مرحبا بكم في هذه المقابلة مع السيد أري بن مياشي مدير شركة ديكنس عميدسون متخصصة في العلاقات العامة مرحبا بكم في هذه المقابلة مع مياشي أشكركم على استضافتي دعنا نبدأ هذه المقابلة بالسؤال حول لماذا تعقدتم مع المجلس العسكري في السودان وحول ماذا وما هي قيمة هذا العقد شركتنا أبرمت اتفاقا مع المجلس العسكري الانتقالي لمساعدتهم وتقديم الاستشارة لهم من أجل تشكيل حكومة مدنية من أجل إصلاح الاقتصاد وكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات في وقت قصير تم التوقيع على هذا الاتفاق قبل نحو شهر مع المجلس الانتقالي الشخص الذي وقع الاتفاق هو الجنرال حميدتي الذي هو نائب رئيس المجلس العسكري كانت لدينا مباحثات معهم ومع الحكومات الخارجية قبل توقيع الاتفاق هل تعتقد أنه من السهل تحسين صورة المجلس العسكري في ظل الاتهامات التي توجه لقادة المجلس العسكري بفضل الاعتصام بالقوة بقتل المتظاهرين هناك كثير من الانتهاكات التي توجه نحو المجلس العسكري وخاصة النائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان داقلو هل تعتقد أنه من السهل تحسينها مثل هذه الصورة؟ لسنا هنا لتحسين صورة المجلس العسكري هذه ليست مشكلتنا المجلس العسكري هو الوحيد القادر على السيطرة على البلاد بعد ثلاثين عاما من الحكم الدكتاتوري والتأسيس لحكومة مدنية بإمكانها تنظيم انتخابات ليس هناك أي جهة أو جماعة أخرى يمكنها القيام بذلك إذا كانت قصدكم فعلا هو نصح المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية لماذا لم تحدثون مباشرة بذلك؟ هناك كثير من المظاهرات في البلاد احتجاجات مستمرة ضد المجلس على ذلك يطالبون تسليم السلطة لحكومة مدنية لماذا تقنعون بذلك؟ يكون بساطة المشورة التي قدمناها هي إنشاء حكومة مدنية بقيادة رئيس للوزراء بشكل سريع هل ينص العقد على ربما تسهيل لقاء مرتقب أو متضر بين نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمداندو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ نأمل بعد إنشاء حكومة مدنية ورفع العقوبات الأمريكية عن السودان أن توفر الولايات المتحدة دعما كاملا لها الأمريكي عن السودان